الضمعنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول التركية الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والبحث السياسي أهلا بكم أستاذ حسين أهلا بكم أستاذ حسين أهلا بكم أستاذ حسين إلى السودية الرفدين بداية نعزي أنفسنا ونعزي أشعب العراقي بهذه الفاجعة بداية كيف تفسر ما جرى اليوم فيها الموصل من يتحمل المسؤولية أسمح لي أولا أعزي نفسي وأعزي العراقيين والموصلين عموما وأدعو الله سبحانه وتعالى لذوي الضحايا لهم الله الصبر والسلوان والرحمة للشهداء أنا أعتقد هناك تقصير وإهمال واضح ومتعمد فيما جرى من فاجعات إغراق هذه العبارة هناك خمس نقاط يجب أن نركز عليها أولا ارتفاع منسوب المياه سابقا عندما كان يرتفع منسوب المياه إلى نسبة ألف متر مكعب يبلغ السد الجزيرة السياحية بإيقاف نشاطاتها اليوم نسبة المياه على المتر المكعب أكثر من ألف وأربعمية والجزيرة تمارس عمالها بشكل طبيعي حتى لو بلغها لو فرضنا بلغها أو أعلن السد فواجبات الحكومة المحلية وشرطة النهرية أن تمنع أي إجراء داخل البحر لأنه معلوم جميع المدن الساحلية عندما ترتفع منسوب المياه وهناك خلال أو تغيير في الطقس تصدر بيانات تبلغ وتلزم الآخرين هذا واحد ثانياً عبارة سعتها لا تتجاوز الخمسين وتحمل معها أكثر من ميتين شخص هذا تقصير واضح ومتعمد ثلاثة عندما تكون عبارة سياحية أو حتى لو كان زورق نهري أو لصياد لأي شيء عندما تستخدم البحر يجب عليك من السلامة النهرية أن تستخدم النجادات أنت اليوم تحمل لك ميتين شخص وما تحمل ولا نجادة لو كانت هذه السفينة تحمل من النجادات لقللت كثير من الخسائر لأنه بإمكان الغريق أن يستخدمه وينقذ نفسه كل هذه الأسباب عدم انتشار الشرطة النهرية كانت قاعدة لدى النجدة سواء النجدة البرية أو الشرطة النهرية في قاعدة تقول نحن نعمل على رد الفعل السريع غير المنظم حتى غير المنظم ليش؟ لأن المنظم يأخذ وقت اليوم لو نسأل سؤال بسيط جداً ما هي ردة فعل الشرطة النهرية تجاه هذا الحدث الكبير يا سيدي تكاد أن يعدم كل الردة الفعل التي شاهدناها هي ردة فعل الأهالي وأشخاص أفراد اليوم عندك الجميع يعلم قبل ثلاثة أيام كانت فياضانات والجسورهم جميعها شالت هذه الفياضانات كيف اليوم لا تنتشر الشرطة النهرية على طول هذا الخط الساحلي السياحي وهي غير موجودة هناك هاي خمس نقاط هناك تقصير واضح ومتعمد من المسؤولين فيما جرى من فاجعة في مدينة الموصلة التي ذهب ضحيتها لحد هذه اللحظة ولا نعرف العدد قابل للزيادة ما يقارب مئة ضحية نعم أنت تحدثت عن عملية إغراق وصد حسين قل بي أنها تم إغراق هذه الحديثة إذن من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ المسؤولية تتوزع أولاً تبدأ من صاحب العبارة تنتهي إلى الحكومة المحلية جميع هؤلاء مسؤولين ما بينهما الشرطة النهرية الأنقاذ جميع هؤلاء يتحملون هذه المسؤولية لأن المسؤولية تتوزع على الجميع نحن نتكلم عن مسؤولية جنائية ليست مسؤولية إخلاقية والسياسية إذن نتكلم عن مسؤوليات عامة تبدأ إلى الحكومة المركزية ولكن نتكلم عن مسؤولية جنائية على رأس هذه المسؤولية تبدأ من صاحب العبارة تنتهي بالمحافظة ما الذي يدفع صاحب العبارة بنقل إذا كانت العبارة تحمل 50 شخص ما الذي دفع صاحب العبارة إلى تحميل ما يناهز المئة يعني أولا الجشع هذا واحد ثانيا عدم الاهتمام بأرواح الناس هناك فوضى في مدينة الموصل الموصل لا تدار بأيدي أهلها لنسمي الأشياء بمسمياتها الموصل لا تدار بأيدي أهلها وهي ثاني أكبر مدينة في الموصل وأقصي أهلها جميعا من جميع المؤسسات هذه هي الفاجعة لأن من يدير الموصل هو لا يتهمه سلامة أهلها حقيقة ما جرى هو إهمال متعمد وتقصير متعمد يتحمل مسؤولته هؤلاء نعم هناك انتهامات لمليشيا العصائب بيتسبب هذه الفاجعة يعني إلى أي مدى يعكس مصطوى الكالثة التي يعيش في العراق التي أصبحت المليشيا تدخل في الحياة العامة والاقتصادية والسياسية للبلاد يعني دون أي رادع يعني شوف أولا لا نسبق التحقيقات ونشك أيضا في أي تحقيقات في أي لجان تشكلت لأن لجان كثيرة في العراق تشكلت في ضحايا ولا تصدر من أي نتيجة ولكن ما هو دور المليشيا في قضايا سياحية ما هي دور هذه مؤسسة عسكرية ما هي علاقة ما علاقتها هي بأمور السياحة لو لا هيمنة على اقتصاد هذه المدينة هناك هيمنة على مدينة الموصل وعلى عقاراتها وعلى أموالها وعلى أشخاصها وهناك تكميم للأفواه كل هذا السبب جعل تغول هذه الميليشيات في الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والحياة الدينية حرية الفردة الدينية يتدخلون بها هناك هيمنة كاملة على مدينة الموصل ولا يسمح اللجة البرلمانية الأخيرة التي تكلمت تكلمت بفضائح كتبت فضائح ما يجري في الموصل أيضا حملت المسؤولية من هؤلاء إلى المحافظ ما سبب الإهمال المتعمد في الموصل أستاذ حسين؟ لأنه لا يبالون بأهالي الناس اليوم هو لديه خصومة مع أهالي المدينة يا أخي لديه خصومة تصور أنه بعد ما يكون خصمك من يتولى أمرك كيف ستكون النتيجة؟ ثانيا علينا أن نتكلم عن إدارة الأزمة عندما تحدث مثل هذه الأزمة والدول تعزينها ولا يصل أي مسؤول إلى مكان الحدث بل لو نقارن ما جرى بما جرى في نيوزيلندا في الجمعة الماضية كيف أدارت رئيسة وزراء نيوزيلندا الحادث الأرهابي الذي حدث كيف تعاملت مع ذو الضحايا؟ كيف تعاملت مع المحيط الإسلامي؟ كيف تعاملت مع المجتمع الدولي؟ علما أنها ليست من تلك الديانة أدارت أزمة بأروع ما يكون اليوم لو نقارنها بما جرى في مدينة الموصل اليوم هل توجد مقارنة في إدارة الأزمة بين ذلك المسؤول وهذا المسؤول؟ والله الفرق ما بين السماء والأرض هل يترك أهل الموصل لواجهه الموت بعض العمليات العسكرية التي جرت في الموصل هل يترك أهل الموصل لواجهه الموت هكذا طرق متعمدة في عمليات إزهاق الأرواح؟ والله هذا يبدو أنه قدر أهل الموصل أن يكونون هكذا رئيس رمح ويعتبر المستهدف الأول هكذا قدرهم اليوم هناك غض طرف دولي اليوم لا تصور أكو ناس تتجاوز ما يجري هو جرائم ضد الإنسانية لا تصور هناك من يجرع على جرائم ضد الإنسانية لو يدرك أن هناك عقوبة من أمن العقوبة أساء الأدب وأساء التصرف اليوم هناك غض طرف دولي لما يجري في الموصل وفي المدن الأخرى من هؤلاء المجرمين نعم الحكومة تأخرت في الإعلان عن عدد ضحايا أو تحرك إنشاء غرفة عمليات واستجابة لاحتواء الكارثة إلى أي مدى يعكس هذا الأمر وهذه الفاجعة عدم اهتمام الحكومة بحياة المواطنين في الموصل لا بالتأكيد هو عدم اهتمام الحكومة شاغلها الفساد وشاغلها الآخرين نحن اليوم نقول أنه هذه الفاجعة أقل مطلب فيها أقل مطلب فيها هو محاسبة المسؤولين وإقالة المحافظ وبقية المسؤولين للآخرين يجب أن يحاسبوا حساباً عسيراً على ما جرى لأنه من تكلمنا الآن بخمس نقاط كلها تدين هؤلاء جميع هذه النقاط تدينهم لو كانت هناك لجنة تحقيق تحمل شيء من الشفافية جميع هؤلاء أن يبقوا لا في إدارة المحافظة ولا في أي مكان في السلطة نعم الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والبحث السياسي كنت معنا عبر الأخمار الصناعية من اسطنبول التركية شكراً جزيلاً لك